الحب وحده هو القادر على جرح قلبك بهذه العبارة الصادمة يقرر نيل يونغ أحد أدوار الحب وكأنه يقول عندما نحب يعني أن نستقبل الجراح ونتقبل الآلام عندما نحب فنحن في رحلة البحث عن أشيائنا الناقصة عن مقعد خال في نفوسنا عن عتمة الحواس التي تحتاج إلى ضوء مباغت عندما نحب فنحن ننزع معطفنا المضاد للصمت والكتمان والقلق والحيرة عندما نحب يعني أننا نواجه الموت كما نواجه الحياة ربما لا تفيدنا ثقافتنا وخبرتنا وذكاؤنا وتذاكينا وصبرنا أمام حصان الحب الجامح الذي يذهب بنا بعيدا ونحن نلهو ونضحك أو يركل كل تاريخنا ويرمي بنا كعربة ثقيلة في شاحنة تصطدم بكل شيء وتحطم كل شيء عندما نحب سندخل في تفاصيل ما يحبه المحب جمال الهندام وأناقته ومواعيد فرش الأسنان وتطييبها الكلمات العذبة والأغنيات الحلوة والهمسات الرقيقة والذكريات الجميلة وبعدها تكون أحلى الأسئلة من ذا يرى هذا الجمال بقربه ومن الملام عن الصبابة يعزف من ذا يرى ورد الخدود مفتحا في الوجنتين ولا يشم ويقطف عندما نحب تختلط الأوقات الصباحات في المساءات وتصبح كل زاوية للمحبوب المقهى الموعود وتذوب على طاولة العشاق كل الخلافات وتتلف من الذاكرة كما الكمبيوتر كل الملفات إلا ذاكرة العشق عندما نحب لا باخرة ولا طائرة تستطيع أن تحمل أشواقنا لمن نحب دائما ما يعيدني حفيف كلماتك إلى الساحل حيث التقينا أول مرة عندما لحق مدي بجزرك وضعنا عندما نحب نخاطر ونشعر بمتعة المغامرة ونصمت بسذاجة عن مشاعرنا ومساحة رسائلنا المجنونة عندما نحب كأننا جلسنا نرسم الآمال فوق الغيم في فرح وننثر فوق عالمنا تراتيلا وألحانا نقشنا الشوق فوق شفاهنا الضمأ وألبسنا هموم العمر أكفانا وكان النور يحملنا وينثرنا على الآفاق ألوانا وكان الحب في أعماقنا يشدو كطير ضمه كف فغرد بين أضلعنا وأشجانا وقلنا لن نرى الأحزان بعد الآن تعبث في حنايانا عندما نحب يصبح المكان الآخر ليس بعيدا وعقائر بساعة لديها الفرصة لتعيد دورانها ضاحكة بلا ضجيج ولا قلق يقول الكاتب الأديب الأستاذ ياسر حارب كنت مرة في زيارة إلى شركة إيطالية قبل مدة وفي خضم حديثي مع مدير الشركة حول تنسيق موعد زيارتي استعرضت له جدول القطارات المتجهة إلى مدينته لكي أصل إليه مبكرا وأستغل أطول وقت ممكن للاجتماعات معه فقاط عنه ضاحكا وقال لا تقلق يا ياسر تعال وقت ما شئت فنحن إيطاليون ولسنا ألمانيين الحياة يمكنها أن تنتظر وأنا أيضا سأكون في انتظارك لا تقلق ثم ضحك وأقفل الخط عندما نحب تبقى كل ذرة على قيد الحياة تلتقي الأطيار مع الربيع وتكتسل أرض سندسها كعروس في ليلة أنسها وتدهش الجبال إلى كل من يتسلق وهيلس على سفحها عندما نحب وبصدق وصفاء ووفاء وإيمان توحيدي سنشغل حينها بذواتنا وحسناتنا ونوفر الجهد على أعداء نجاحنا ونقول لهم شكرا أيها الأعداء فنحن على طريقة محمود درويش لا وقت لدي لأكره من يكرهني فأنا مشغول بحب من يحبني